دائماً ما نسمع شرب الماء مفيد لصحة الجسم لكن كثير مننا يحرص على شرب الماء دون أن يدرك الكمية المناسبة والصحية لجسمه خاصةً وأن المصادر الطبية في مجملها تؤكد على أهمية شرب الماء لكن في الوقت ذاته عدم الإفراط في شربه لماء لذلك من آثار سلبية على صحة جسم الإنسان علمياً جسم الإنسان نسبة الماء فيه تشكل نحو 60% لكن الإنسان يفقد باستمرار وطوال اليوم كميات من الماء عن طريق البول والعرق وحتى التنفس خبراء الصحة يوصون عادةً بشرب ثمانية أكواب من الماء يومياً أي ما يعادل نحو الترين والبعض منهم يعتقد أن الإنسان بحاجة إلى شرب الماء باستمرار حتى عندما لا يشعر بالعطش أو عندما يكون الطقس بارد لكن السؤال الذي يطرح دائماً كم يحتاج جسمي من الماء يومياً؟ الجواب على هذا السؤال هو في أن معظم الأمور المتعلقة بالصحة تعتمد على الفرد ذاته على اعتبار أن العديد من العوامل الخارجية والداخلية تؤثر على كمية الماء المناسبة لكل شخص بحسب عمره وجنسه ووضعه الصحي ومكان تواجده لكن بحسب الخبراء توصي الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم الرجال بشرب قرابة أربعة لترات من السوائل يومياً مقابل قرابة ثلاثة لترات للنساء وتقول الأكاديمية أن السوائل تشمل الماء والمشروبات الأخرى مثل الشاي والعصير وبعض الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء ومن العوامل التي تؤثر على كمية المياه التي يحتاجها جسم الإنسان هي المكان الذي يعيش فيه أي شخص أي إن كانت منطقة سكنه حارة أو باردة أو رطبة أو حتى جافة وأيضاً نظامه الغذائي أي إذا كانت كل وجباته حارة أو مالحة أو سكرية فسيحتاج إلى كمية أكبر من المياه وأين يقضي يومه أي أن هناك فرق بين قضاء اليوم داخل المكتب أو المنزل وبين قضائه تحت أشعة الشمس أو في مكان ساخن وأيضاً تعتمد كمية شرب الماء اليومية للشخص على نشاطه الرياضي والبدني فما عليك فعله هو تذكرك دائم بأن شرب الماء والسوائل باستمرار يحافظ على صحتك العامة وأيضاً له دور مهم في مرونة البشرة وإعطاء مظهر نظر لها مقارنة بالأشخاص قديلي شرب الماء